شوفوا هذه الصورة مليح هذه الصورة كانت ما بين كان قام بي زيارات لفرنسا للإيزي أكثر من مرة وحضر فيها سلال كما تشوفوه وفي الصورة لباس العسكري هو محمد قايدي القديد كما يسموه جنرال جزائري وليما يخمس معاه أو يسلم عليه هو وزير الخارجية الفرنسي يومها واللي وراء الوزير الخارجية هو رئيس الوزراء الفرنسي يومها وسلال مهرج كما راكم تشوفوا فيه في الصورة هذا الشخص الآن يلعب في دور بائس وبائس جدا مش من الآن من قبل خلونا نبدو بمقدمة باش نحط الصورة أو نوضعكم في الصورة لما يجري ثم نرجع له بالتفاصيل هذا اليوم هو واحد من أكبر جنرالات في البلاد بالمناسبة والذباب والأذناب لما كانوا بديهم الواد وهما أنا أحكي البسطة أما الذباب في طبعات الحال مدفوع عزر هذا الي كان يسموه المنجل لعلكم في 2019 سمعتوا الكلمة المنجل هذه استمرت كانت دعاية كبيرة هو المنجل تعل الكذبة الكبرى تعل نوفمبرية إفريقيا يقع حولها الصراع كبير جدا ليس من اليوم منذ قرون في القرن التاسع عشر بدأوا بالجزيرة احتلوها وكانوا احتلوا بعض المناطق الإفريقية ثم توسعوا احتلوا كل إفريقيا الإسبان البرتغال الفرنسيين والبريطانيين أساسا وشوية بلجيك وشوية ألمان يعني دول أوروبية احتلت إفريقيا وظل الاستعمار وبقية إلى غاية يعني كمعدل إلى الخمسينات والستينات بدل دول إفريقية تستقل لكن الاستعمار دائما يخرج من الباب ويعود من النافذة عادت الدول الاستعمارية هذه خاصة بفرنسا وبريطانيا والتحقت بهم أمريكا ثم أصبح الاتحاد السوبياتي أيام الاتحاد السوبياتي أيضا وأصبحوا كلهم ينهبوا إفريقيا أيضا بطرق مختلفة أيام السلم واحد تحت الفرانكوفونية واحد تحت الكومنويلث واحد تحت هذه العلاقات واحد تحت الاشتراكية كل واحد كيفاش ووقع نهب رهيب وأدى هذا إلى حروب في إفريقيا أدى هذا إلى أشياء كثيرة جدا تفقير الأفارقة الأفارقة اليوم اللي هما قريب خمس البشرية دخلهم هو ستة بالمئة من دخل البشرية باش تعرفوا أفريقيا كلها المعدل دخل هو ألف دولار في السنة للمواطن الإفريقي جزائر يبدأت تنزل نقريب نصل بهذا الحد وفوضى عارمة في إفريقيا ثم جات بعد ذلك مرحلة الألفين مرحلة الألفين شهدت تعثر البريطانيين أساسا انهيار ارتحاد السوبياتي قبل ذلك تعثر البريطانيين وخروجهم إلى حد كبير تعثر الفرنسيين إلى حد ما أدى إلى بروزة الدور الأمريكي ودخول دخول لاعب رئيسي آخر مهم جدا هو الصين بدخول الصين هذه المقدمة مهمة جدا لكي نفهم الفكرة وهي ماذا يراد للجيش الجزائري وللجزائر لما دخلت الصين دخلت بسياسات مختلفة عن الطريقة الفرنسية والبريطانية السابقة والأمريكية ظهرت وكأنها طبعا مش دولة استعمالية سابقا وهذه حقيقة ودخلت بطار أنها تصنع اللزام فراستريكتير تبني المطارات تبني الطرقات تبني المستشفيات المدارس إلى آخره في نفس الوقت تقوم الصين أيضا بنهب الثروات الإفريقية ورشوة المسؤولين الأفارقة الغرب كله والغرب أيضا يرشي المسؤولين الأفارقة جزء كبير من أموال الأفارقة المسؤولين والرهي موضعة في البنوك الأوروبية والأمريكية إلى آخره لكن الصين كان طريقتها خاصة هذا أدى إلى انزعاج فرنسي أمريكي أساسا بريطانيين ضعف دورهم بشكل كبير في إفريقيا فابقى الدور الفرنسي الأمريكي لم يحدث هذا فقد زاد فيما بعد دخل اللعب آخر منذ حوالي 2008-2010 وهو الروس الروس اليوم تواجدين في عدد من الدول الإفريقية الروس يدخلوا بسلاح يبيعوا سلاح تزادوا وزادوا في الحروب زادوا ودخلوا حتى بالمرتزقة لهم كان مرتزقة فاغنر هذون اللي هم تابعين إلى بوتين مباشرة يقولوا يشرف عليهم الطباخ الخاص سنتاعوا يعني هو مباشر طريقا مباشر متواجدين في ليبيا بطريقة الحالة لكن متواجدين أيضا في إفريقيا الوسطى حيث قاموا بطرد الفرنسيين وكاني أسمى واحد يقول لك الروس خير من الفرنسيين لا الاستعمار هو استعمار أفريقيا يجب تكون الأفارقة والدول يجب تكون لشعوبها الروس جاء وطردوا للاستعمار الفرنسي باش هم ينهبوا أيضا والاستعمار الفرنسي لو يطرد الروس باش هو يكمل ينهب الاستعمار هو استعمار سواء كان اسمه روسي أو صيني أو هندي أو أمريكي أو بريطاني سميه ما شئت لكن يبقى استعمار استعمار ثم ليس هذا فقط زاد دخل الدول أخرى مؤخرا من هذه الدول البرازيل تبحث على طريق تركيا تبحث على طريق مثلا تركيا فتحت 42 قنصلية أو سفرة في إفريقيا تركيا دخلت بتجارة ودخلت أيضا بالصوفية فتركيا فيها تنتشر الصوفية والصوفية في البلدان الأفريقية المسلمة هي السائدة في هذه البلدان أي أن أفريقيا عادت مكان للنهب تنهبها القوى الكبرى بل أن حتى بلدان صغرى دولات مثل الإمارات أصبح عندها نفوذ كبير في أفريقيا دخلت الإمارات دخلت السعودية لكن الإمارات هي اللي عندها دور أكبر طبعا بين دخول أمريكا كان لما دخلت أمريكا دخلت إسرائيل ما يسمى بإسرائيل كل هذه الدول متنافسة وأحيانا متصادمة على من ينهب إفريقيا أكثر الروس الآن أصبح دخولهم بإرسال جنود وهذا أصبح مخيف بالنسبة للغربيين ضف إلى ذلك أنه انتشر العنف يعني دول الغربية كانت تريد حد معين من العنف باش تبرر تدخلاتها مثلا فرنسا دخلت في مالي قال لك راكي الإرهاب وكاين الجماعات الإرهابية والجماعات الأزواد وجماعات فتدخلوا وتعرفوا القصة في جنوبي 11 في 11 جنوبي 2013 وثلاثة عشر وبعدها وقت وقعت تجونتورين إلى آخرها التدخل الروسي وانتشار التدخل الصيني وضعف تدخل البريطاني ومعاه إلى حد ما الفرنسي وإلى حد ما بدل الأمريكي وكان بدأ أحدث ربكا في العالم الغربي فعادت أمريكا وأنشأت ما عرفه بلافريكوم في بداية الألفين أي منطقة عسكرية مستقلة عن الجيش الأمريكي هي التي تدير الأفريقيا لماذا؟ لأن أفريقيا غنية جدا بالثروات شعوبها مفقرة جدا والحروب ممتلئة والجميع ينهى بأفريقيا لكن أصبح هناك مشكلة هو أن القوى الغربية لما ترسل جنود أصبحوا يموت في أفريقيا فرنسيين بشكل أساسي فقدوا عدد هائل في النيجر وفي مال بشكل أساسي من حين لآخر أيضا يفقدوا عناصر في بوركينافاسو بغض النظر على اللي قاتلوهم ويتقاتلوا معاهم لصوص، إرهابيين، إسلاميين، ناس فوضويين، محليين، استقلاليين، هذا شيء آخر، هذا نقاش آخر المهم أن أصبح أفريقي أصبحت بؤرة والأمريكيين يتنافسوا مع الصين ولكن في نفس الوقت كان جماعات مسلحة وكان أنظمة فاسدة وكان انقلابات فأصبحوا يبحثوا على دول وظيفية جيوش وظيفية أنشأ الأمريكيين مع الفرنسيين ما يعرف بمجموعة الخمسة مجموعة الخمسة هي الجيش التشادي، النيجيري، المالي، البركينابي، والموريطاني تحت قيادة فرنسية، أمريكية مشتركة لكن هذه المجموعة الخمسة ما رحتش بعيد حاولوا السنوات الماضية كانوا كلهم قالوا بأن الجيش الجزائري هو اللي يقدر يحسم هذه الأمور أي الحرب ضد الإرهاب وضد الجماعات السطو وجماعات استقلالية وجماعات في إفريقيا نظام في آنذاك خايف كان خايف من أنه يقدم على شيء أنه مثلا يدخل الجيش في الموضوع هذا الجيش الجزائري أولا لأنه كانت هناك داخل الجيش ذاته كانوا كانين ضباط يقولوا لا العقيدة التاعنا هي أننا من نخرجوش خارج الحدود عقيدة القتالية التاعنا، العقيدة العسكرية وأننا ندافع الجزائر من حدودنا، من نخرجوش وهذه هي الجزائر كانت دائما هكذا كانت هناك استثناءات لكن بسيطة مثل إرسال الجيش إلى فلسطين أو الشرق الأوسط يعني في 67-73 لكنها كانت محدودة والأعداد كانت محدودة ثم أن النظام كان آنذاك مازال محقول يعني ما كان حراك ما كان المال كاين إلى آخر واش قالوا تفقوا معاهم على هذا اتفاق الصرافي ديسمبر 2012 على أساس أن الجزائر تفتح الحدود الأجواء انتاحها وتقوم بدعم لوجيستيكي لفرنسا وللولايات المتحدة عندما تقاتل في الله في الحقيقة هذا الاتفاق كان من قبل، كان من 2002-2003 لما جات قضية الإرهاب وقضية بلادن الصحراء وقضية هذا اللي يسموه عدرزاق البارا اللي راح مسجون الآن في سرجن القليع إلى آخره من هذا الوقت أرادت الديريس وكانت تحت قيادة توفيق توفيق اسماعيل جلب الأمريكيين إلى الجزائر وإلى المنطقة الإفريقية وفي نفس الوقت تحصل على منافع من طرف أمريكا أسلحة خاصة، تدريب خاص الجنيرالات هما أيضا يحصلوا على رشاوي في جيوبهم في حساباتهم، كل هذا أعطاه الأمريكيين وكاين فيديوهات ممكن الآن المساعد نقول له الآن يبعث لي الفيديو تاعة جنود أمريكيين في الصحراء الجزائرية إذا يبعثوا لي الآن باش تشوفوه باش تعرفوا أن التواجد الأمريكي منذ 2003-2004 في الجزائر نعس كريم ما أوضيف له وفتحت مثلا الأجواء موجودة وكنت ربما نشرناها أكثر من مرة ذلك الحديث لدار ما بين جنيزية الوزير المنتدب للدفاع يومها المقبور جنيزية ومسؤولة أمريكية من CIA يقول لها افتحنا لكم الأجواء راكم تصوروا في الجزائر راكم تتجسوا على الجزائر ككل ولكن ما عطيتوناش حتى الصور والفيديوهات ردت عليها بطريقة غريبة قلت له شوف معا فلان وشوف معا فلان شغل ما عنديش الوقت لك هي غير مسؤولة مديرة فقط وهو موزير منتدب إيهانة نشيرة كشفت هذه القضية عندما فضحت ويكيليكس ويكيليكس فضحت ويكيليكس الملفات الأمريكية يومها المهم في 2012 جاء في ديسمبر لعلكم تتذكرون نظر في 18-19-20 ديسمبر جاء هولند للجزائر واستقبل استقبال الفاتحين وكان هناك الاتفاق على ولأول مرة رسمياً كان موجود يعني فتحي الأجوال الفرنسيين كذلك في السر لكن في 11 يناير 2013 مرت الطائرات الفرنسية على الأجواء الجزائرية وتلقت دعم لوجيستيكي مخابراتي مالي مادي كيروزين نيسونس مازوت أكل للجنود الفرنسيين اللي يخزوا مال بعدها جارت مجموعة مسلحة واحتلت توجنتورين وتعرفوا قصة توجنتورين قصة أخرى لعل كاشنهار نخص لها لايف خاص هذا افتح يعني أنا ذلك النظام قال أنا هذا ما أستطيع أن أفعل خاصة بعد وقع توجنتورين وقع خوف داخل نظام الجزائر من أنهم لأن الجماعات المسلحة سواء المخترقة أو الإسلامية لم تهاجم البترول والغاز الجزائري في ضمن 20 سنة من المعارك اللي كانت في الجزائر بشكل أو بآخر من 92 لل2013 لم يكن هناك هجوم حقيقي على أي منشآت كبرى للغاز والبترول ربما شوية أحيانا كانوا ربما هاجموا البايبلاين سواء هاجمتهم هذه الجماعات أو جماعات مخترقة أو جماعات الـ DRS حاجة أخرى لكن الهجومات الكبرى مثل الهجوم اللي يقع لتوجنتورين لم يكن حدث قبل ذلك أبداً أي أنه كان هناك اتفاق غير مباشر ما نمسوش بيترول رانع جزائريين ما نمسوش بيترول وما نفجروش يعني والغاز سواء المخابرات أو الجماعات هذه لكن يومها لما حتى تذيك الواقع أرتبكوا كثير واعتبروا أنه كان خطأ ربما وخاصة أن الفتح الأجواء كانت مباشرة إليها ما نقام بالإشراف على فتح الأجواء هنا نعود ونرجع للصور شكو اللي كان منسق أو قبل ما نوري لكم منسق خلن نوري لكم الفيديو اللي قلت عليه وهو التواجد الأمريكي العسكري في الجزائر ها نحن محمد من هنا نحن متى متى جميع من هنا نحن محمد من هنا ليكون قد رأيح نحن محمد من هنا نحن محمد من هنا كنت نحن متى ببريبا جميعا ترجمة نانسي قنقر قناة أمريكية نشرت التواجد الأمريكي في الجزائر ووجود كومب أمريكي في الجزائر وشفتوهم كانوا وكانوا مدربوا في ضباط جزائريين الأمريكيين وهو وهو إلى آخره وكان المعلق بدا قال لك أن هذه هي ربما هذه المنطقة يعني منطقة الصحراء الجزائرية ومالي والنيجر هي أفغانستان القادمة هذا هو التحذير الأذهان كان لهذا وكان حتى بوش يومها تحدث عن بلادن الصحراء رئيس الأمريكي شخصيا يتحدث عن بلادن الصحراء كان أيضا كلها تحذير لموضوع صناعة الإرهاب في المنطقة لأنه قبل ذلك وش كان موجود هناك كان اللي كان موجود أساسا هو الجماعة الأزوات الاستقلالية يعني تورك اللي كانوا يحاربوا من أجل الاستقلال أو الحكم الذاتي في شمال المالي وشمال النيجر وكانوا قاموا بحروب قبل ذلك أربع وكنق آخرها في بداية الألفين لكن لم تكن هناك جماعات إرهابية بالمعنى المعروف أو المتعارف عليه أو على الأقل المتعودين اسموه ترجمة نانسي قنقر